بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضلوا الصلاة وأتموا التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين كيف هم أخوانا بخير؟ كيف سلح تكون؟ اشتقنا لكم؟ سبحان الله من فترة 3-4 أيام شباب كثير عم تحكي معي عن عمر التواصل الاجتماعي عم يقولوا لي أنه لازم احكي عن موضوع لعبتها البرجي وأنه اللعبة هي أخذت عقول الناس ومعد حدا ضل حدا نهائيا وصارت العالم كلها شغلة الشاغل هي اللعبة هاي ومثلها مثل العابة كثيرة هي لعبة القرية السعيدة ولعبة القرية السعيدة ولعبة المتشابهات هاي اللي بحطوها وكاندي كراش المهم ف ضجت العالم بالتواصل الاجتماعي عن لعبة البرجي أنه نزل تحديث إلى أنه بأثناء اللعبة أنت عم تركض وفجأة بتلاقي صنم بتوقف تعمل له صنم وتجد له ومع شو طرع على العالم ومع شو كلها كانت اللعبة بالأصل حلال حتى صاد حرام اخواني هي اللعبة بالأصل حرام هي اللعبة بالأصل حرام وكل الفقهاء وكل مشايخنا الكرام قالوا أنه هي اللعبة كلها تحرام هي أول شي تليك عن ذكر الله هي أول شغلة الواقع من الأمر هو الصرف سوف تصرفه وعم تجد بطاقات وتتعبي له اللعبة هذا الوقت هذا الوقت الذي تأخذه ليس ملكك ولا ملك أي شيء لا نحن نوقفه لا نحن نوقفه هذا الوقت لازم تملقه بالذكر والعبادة والصلاة والصيام هذا الوقت الذي تندم عليه نحن نحكي معكم نحن نصيحين لكم لنفترض أنه أنت لعبت اللعبة من فترة 3 شهر بدأنا على التواصل الاجتماعي بدأنا جوزي حلف عليه يمين طلع أنه إذا تصرخ بوشه فهي طالق بالثلاثة ماذا سبب الاخناء؟ أنا أخبره أنه لا يرد علي هو يلعب باللعبة لا يرد علي لا يرد علي لا يرد علي لا يرد علي إذا تصرخ بوشه فهي طالق بالثلاثة يجب أن يحلها وعنده ثلاثة ما هو الحال؟ إذا ملقت الطلاق إذا صرخ بوشك فهي طالق بالثلاثة أنت هلأ مبسطت ضيعت حالك وضيعت مستقبل ولادك وضيعت الدنيا كلها لعبة أنت قاعد مشغول فيها يعني ما سكت اللعبة هيك وعم تلعب وعم تخانئ وعم تروح والنسوان اللي قاعدة يجوهم عم تعييت والرجال اللي قاعدة يجوهم عم تعييت ودم وسناولنا وامنا طب يا إخواني هذا شيء حرام هذا الشيء يعني أنتوا عم تساوه حرام نحن نصيحين لكم أنه اللعبة هي ما لا مستقبل ما لا مستقبل نهائيا عبارة بس أنه أنت عم تضيع وقت يعني قدر الإمكان أنت حاول خفف منه ما حالك تركه هلأ دغرينا ما حالك حسين تتركه حاول خفف منه قدر الإمكان أخي العاب إذا أنت مدمن علي طوال نهار العاب يعني مثلا كل يوم خليه مثلا ساعي الزمن ثاني يوم عيل الوقت بعدين خفف منه بعدين الغية خلص يعني صفت اللعبة هلأ يعني بالنسبة لقلك يعني سبحان الله يعني لازم أنت تخفف منه يعني طيب نحن هلأ في صدد موضوع الألعاب الثاني الألعاب الثاني نفس اللعبة البرجي هي كمان نفس القصة كمان أفاتوا بقبائل وطلعوا بقبائل كل هذه اللي نحن نعرفها يعني مو أنه غريبة علينا القصاص كلهم تطلع لعبة جديدة كلهم تطلع لعبة وشغلة يعني أنه تلهي العالم كمان فيها عن ذكر الله سبحانه وتعالى فأنت هلأ بقلي فأنا مرة صار معي شغلة كنت بالباص فطلعت موضوع البابجي مع البابجي وشوف الشخص بقلي بدي إليك شغلة شيخ قال أنا بدي إلعب بابجي بس أنا حصل لي وحصوم وحاكثون رب العالمي بس يلعب بابجي بصير أو لا يحدث يعني مهم أنه بدأت حش البابجي بدي إلعب أنا بصير أو لا يحدث يا أخواني مثل ما أنا كون نحن أنه المشايخ كلها والفقهاء كلها حرموا هذه اللعبة أخي شي نالوا هذه اللعبة حرام قال تعطيني دليل من القرآن الكريم أو من السنة النبوية أنه البابجي حرام طيب كيف أنا بدي أعطيك ما فيه حديث مثلا أنه لا تلعبوا البابجي مثلا ما فيه اللعبة هي خطر خطر علينا نحن اللعبة هي لازم ما تشغلنا عن ذكر الله لحنا خلقنا للعبادة ما خلقنا لشيء آخر نهائيا وإذا أنت خايف على رزقك أنه أنت ما تلحقه رب العالمين بيرزقك رب العالمين بيغنيك لو شو ما كنت بس أنت خليك مع الله بس الكنتين حالك ياهم خليك مع رب العالمين وشوف الخير شون بيجيك بيجيك أرزاق من حيث لا تحتسب رب العالمين بيسل لك جنود وبيسل لك ناس والله العظيم أمم أقسم بالله أمم بتصير وراك أنت كلها لازم تترك اللعبة هي لاتركها لوجه الله تعالى لا تتركها لشيء ثاني تركها لوجه الله تعالى وإن شاء الله بإذن الله إذا ما صار معك أي شيء بتجي عندي مني وتحكي بتقول لي أنه ما صار معي هذا الشيء وانت زلم يكذب بإذن الله بإذن الله رب العالمين حينصرك ورب العالمين حينسلك أمورك لكن أنت تركها اللعبة هي أنا بنصحك إني لك ناصح أسأل الله سبحانه وتعالى أن يربهنا عن نومة الغافلين وأن يحشرنا تحت لواء سيد المسلين لا مغيرين ولا مبدلين والحمد لله رب العالمين شكرا شكرا